نحن نتحرك في تأملاتك في الحياة وفي قصص الحياة الكثيرة اللي حوالينا هل حضرتك ملاحظ أن أكثر الناس بتلاقي أن هم أكثر الناس رضا وأكثر الناس نعمة هم أكثر الناس عدم رضا مش هزول سخط يعني بس أنا مش فاهم السؤال لو تكرمتي باعتم يعني لو تأملت كده حال الناس حواليك أو اللي بتعرفهم أو اللي بتشوفهم أو 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 بتلاقي أكثر واحد مبتلي وعنده بتلاقي شديده وتلاقي أكثر واحد بيقوله الحمد لله أنا راضي يا رب أنا راضي وتلاقي حد تاني ظروفه من الظاهر كده ظروفه كويسة جدا في كل حالات سححة وسات رود ده وتلاقي لأ مش ما عندوش حالة الرضا دي هل في علاقة هل ربنا بيدي المبتلى ده نعمة الرضا بيردجقه بيها والله مش ضروري يعني فيه ناس بتبقى مبتلى وغير رضية بس الرضا دي نعمة عظيمة ربنا سبحانه وتعالى يرسلها إلى الخواص من عباده وفيه ناس بتبقى ربنا فتح عليها وكذلك يعني من أحسن الناس خلقا ومن أطيب الناس قلبا ومن أطهر الناس نفسا فيش تلازم بين الابتلاء والفقر نحو هذا والرضا والطيبة ولا فيه تلازم بين الغنى والحياة الواسعة وبين الشر أو السخط هل رضانا عن حياتنا ورضانا عن كل أمور الحياة اللي فيها هل لها علاقة برضا ربنا علينا؟ ما هو إذا رضي الله عن عبده وفقه إلى الطعاط وإذا رضي الله عن عبده وفقه إلى أسباب رضاه أكتر وأكتر ومن أسباب رضى ربنا سبحانه وتعالى عن الإنسان أنه يكون راضي رضي الله عنهم ورضوا عنه نعم ولما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن النفس الطيبة لا تدخل الجنة يا إياتوها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية راضية يعني راضية بأقدار الله وراضية بما قسمه الله ويعني شوفي حضرتك ويعني مرضية ربنا رضاها بقى يعني الله يعني جازاها برضاها أن راضي عنها الله فشوفي حضرتك لما دعاء الاستخارة نعم اللي احنا بنقوله وبنكرره نعم بنقول الله مني أستخيرك بعلمك إلى آخر الدعاء وعدين في الآخر بنقول إيه ثم أقدر لي الخير حيث كان ورديني به ثم رديني به يعني على فكرة مش إن ربنا يقدر لك الخير ده هو اللي هيبقى يشعرك بالسكينة وبالهدوط يرديني به لازم يردكي به وإلا ممكن تقولي طب هو ربنا الدهولي ده ما كانش فيه أحسن من كده يعني نعم إذن برضو بنرجع زي كل حلقة بنذكر بعض ومشاهديننا وحضرتك تذكرنا وتعلمنا يا مولانا فكرة إن الرضا دي ممكن تبقى نعمة ربنا بيحطها لنا ربنا هو اللي بيخليني أرضا وأستطيع أنا كمان إن أنا أضرب نفسي عليها كما في الحديث الشريف بالأخذ بأسبابها الحديث كل اللي خلق من الأخلاق الحميدة إما إن الإنسان يكون مجبول عليه وإما إنه يكون عايز يكتسبه إذا اكتسبه فيه إجراءات يمشي فيها يكتسبه إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر زي ما تكلمنا مثلا مرة قريبا عن قضية الحلقة الماضية اللي كنا نتكلم فيها قضية كانت التسامح فالتسامح ده أنا مش قادة أتسامح فأخذ بالأسباب ما عاقبش أمسك لساني فدي أسباب تخليني أقرب إلى التسامح أنا واحد بتقولي فيدرب نفسه توسكت ما تتكلمش طب حاول تلاحظ الأكثر منك ابتلاءنا هو بيعمل إجراءات طب حاول تلاحظ إن يمكن ربنا وعسى أن تكرهه شيئا وهجعل الله فيه خيرا كثيرا وعسى أن تكرهه شيئا وهو خيره لكم ما يمكن للخير في اللي حاصل يعودي صبر نفسه عشان يرضى حصل معي زمان وأنا صغير الشيء الفلاني وكنت مدايق وعدين بان إن هو ده الخير فيه يعودي صبر نفسه فيدرب نفسه على كده الصبر بالتصبر فيرضى